احتفالية مولد النبي انا كبرت واتربيت على مولد النبي 12 ربيع اول اخونا الفاضل المواطنة وبتكلم قال احنا نحتفل بيه كل يوم ونحب نحتفل بالمولد النبي على طول على صوت السلام بس وقال بقى جملة من الثابت والراجح انه مات في هذا اليوم انت منفرت اشوف الكلام ده يعني شغب من المتسلفة الوهابية للأسف اولا الاستاذ الفلكي محمود باشا الفلكي اللي متسمى على اسمه الميدان هو حقك هذا علميا وتاريخيا بانه ان شاء الله سبحانه وتعالى ما بين يوم 11 ويوم 12 لكن ان احنا بنقول عليه هو يوم معظم سواء نظرت لكذا او لذلك يعني ربنا ما قال على سيدنا يحيا في سورة مريم الوسلام عليه يوم ولد ولما تكلم عن سيدنا المسيح عليه السلام والسلام علي يوم ولد ولما سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن صومه اليوم الاثنين قال ذلك يوم ولدته فيه فانا باستغرب يعني حتى اللي هم اللي بيمنعوا دول ويشغبوا على المسلمين يعني انا اقول لهم سؤال كده طيب يعني ما يحتفلوش 12 طب لو احتفل يوم 9 ها يحتفلون لو احتفل يوم 11 استوانة مشروخة وبيخة اوي لان شوف من يشكك في الاحتفال بالمولد النبو الشريف ومن يمنع التهاني بميلاد السيد المسيح عليه السلام سفهاء وجهلاء ودخلاء على موائد العلوم الشرعية ما تركوا مناسبة الا شككوا فيها طب انا اقول لك حك مفاجئة العام الهجري هجرة رساله السلام كانت في ربيع الاول وما كتش فيه في المحرم ده اكتهاد سيدنا عمر عليه رضو الله والصحابة انهما جعلوا المحرم هو البداية مع ان الهجرة اصلا كانت في ربيع الاول ومع ذلك سيدنا عمر بقى للصحابة ايه قال بعد انصراف الناس من الحج الناس بتنصرف في زي الحج ويعودون الى اوطانهم يبقى قارب المحرم وده من الاشهر الحرم فاكتهدوا انا بستغرب لماذا نقف عند مديات الاشياء ما ننظر الى معانيها وننظر الى مقاصدها وده اللي نظر عليه سيدنا عمر جعل المحرم بداية العام الهجري مع ان الهجرة وقعت في ربيع ولم تقع في المحر هي شغب الدعوات المأفونة دي تشكيك الناس يعني مش عارف يعني هما عايزين ايه بالضبط من المسلمين ما كفاية على المسلمين الالحاد كفاية عليهم العلمانة كفاية عليهم مؤامرات معينة حتى ييجي المسلم يشكك المسلم في مولد النبي في الهجرة في الاسراء والمعراج في تحويل القبلة هما عايزين بالضبط على فكرة هما بيقفوا بغباء الأم المتسلفة لا يحسدون عليه مع المناوئين للمسلمين للأسف فيه أشياء تتصل بديننا نحتفل بالمولد النبي والشريف نحيي السيدة الرئيس عفتاح السيسي جزاه الله خير وذكر الأمة بأخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والدولة الحمد لله ممثلة في مشغة الأزر في وزارة الأوقاف في دار الإفتاء في الجمهارها الكاسرة تبادل الناس اتهاني رؤساء الدول في الدول التي يتحدث يا يمكن دولة أو اتنين اللي شزت عن هذا الأمر مع أنهم عندهم يوم وطني بيحتفلوا به يعني عاجات غريبة يعني احنا عندنا انفصام مش عارف ليه في الشخصية